11 مساء بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت جرينيش تركيا الدور المتنامي على الساحة الشرق أوسطية لا يبدو أن تعظم الدور التركي على الساحة الشرق أوسطية يرضي كثيرا من الأطراف الإقليمية والدولية فإسطنبول بدأت مؤخرا تحل محل مدن أخرى كان لها دورها في الماضي قبل أن يأكل نجمها إسطنبول أصبحت محجا وقبلة لكل من يريد أن يلعب دورا في المنطقة سياسيا أو اقتصاديا وبتنا نشهى التعاقب المسؤولين من كافة القوى السياسية لجس نبض تركيا في قضايا مثل سوريا وفلسطين وإسرائيل وإيران وغيرها وقد يقول البعض أن تركيا لم تفعل سوى أخذ مواقع تخلت عنها دول أخرى بسبب عوامل شتى مثل مصر أو العراق أو حتى تراجع اهتمام أمريكا أو أوروبا تركيا الدور المتنامي على الساحة الشرق أوسطية موضوع حوارنا الليلة على سكاي نيوز عربي حوار الليلة مع مهند الخطيب نرحب بضيوفنا في هذا الحوار معنا من بيروت الأكاديمي المتخصص في الشؤون التركية محمد نور الدين ومعنا من القاهرة خبير الشؤون التركية في الأهرام الدكتور بشير عبد الفتاح بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك قبل أن نبدأ هذا النقاش هذا موجز من الأنبع تركيا الدور المتنامي على الساحة الشرق أوسطية موضوع حوارنا الليلة أرحب مرة أخرى بضيوفنا معنا من بيروت الأكاديمي المتخصص في الشؤون التركية محمد نور الدين ومعنا من القاهرة خبير الشؤون التركية في الأهرام الدكتور بشير عبد الفتاح أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بالضيفين سأبدأ معك أستاذ محمد في بيروت مساء الخير مرحبا بك عندما نتحدث عن الدور التركي المتنامي في المنطقة وأن أنقرة حلت محل لاعبين آخرين هل هناك مبالغة بالفعل في مثل هذا الوصف؟ هل تركيا اليوم قادرة على قيادة الإقليم كما يعتقد البعض؟ أم أن هناك مبالغة خاصة في ضوء المتغيرات الأخيرة التي شهدتها المنطقة على مدى السنتين العامين الماضيين؟ لا شك أن تركيا هي إحدى القوى الإقليمية القبرى في المنطقة إضافة إلى إيران، إضافة إلى مصر، إضافة إلى السعودية نضع إسرائيل جانبا في هذا الإطار لكن على امتداد الحرب الباردة وحتى العام 2002 كانت تركيا تلعب دورة إقليمية قوية لكن من خلال علاقة من دولة إلى دولة يعني بين دولة ودولة أخرى وفي إطار انتمائها الحصري إلى حرب شمال أطلسي وسياسة الغربية في المنطقة والتحالف مع إسرائيل لكن تركيا مع حزب العديل والتنمية كنا نحن بالفعل أمام استراتيجية جديدة انتهجها الحزب ولا سيما من خلال عقله المفكر أحمد دوود وغلو والذي يرى أن تركيا لا يجب أن تكون طرف في محور ضد محاور أخرى بل أن تكون مركز ونقطة جذب لكل هذه القوى التي تقع في المحيطات الإقليمية لتركيا من البلقان للقوقاز لأسل وسطى إلى العالم السلابي لجهزة تعبير البحر الأسود وصولا إلى الجنوب إلى الشرق الأوسط أكثر من ذلك كان تحول الأساسي هو أن تركيا باتت لاعب داخلي من داخل المنطقة يعني لاعب في شؤون الداخلية للدول للمرة الأولى مثلا يتجرأ رئيس حكومة تركيا ويطالب رئيس عربي زعيم عربي مثل حسن مبارك بالتنحي تكون تركيا طرف مثلا في صراع الداخلي في سوريا طرف الصراع الداخلي في العراق من هون طبيعة الدور التركي اختلفت من دور يتعاطى مع المنطقة كعلاقة من دولي إلى دولي إلى دولي تريد أن تكون لها كلمة مؤثرة في تطورات في المنطقة لكن من خلال أن تكون طرف في صراعات الداخلية وهذا الذي جعل تركيا في موضع يعني موضع تساؤل عن حقيقة هذا الدور عن أهداف مثل هذا الدور دعني أسألك عن هذه الأهداف ما الذي تريده تركيا تحديدا كيف تنظر تركيا إلى دورها إلى نفسها في المنطقة ما الذي تريده من هذه المنطقة بالتحديد لا شك تركيا الجيو بوليتيك التركي هو جيو بوليتيك استراتيجي بكل معنى الكلمة الموقع الجغرافي لتركيا موقع مميز جدا المساحة الجغرافية لتركيا العدد السكان العمق الحضاري والتاريخي لتركيا يعني لا ننسى أن تركيا لم ينضي على هي وريثة آخر أكبر أمبراطورية إسلامية وآخر أكبر أمبراطورية سيطرت على ثلاث قرات في العالم ولم ينضي بعد حتى قرن واحد على انهيار هذه الأمبراطورية وبالتالي مع تفكك الاتحاد السوفيتي ثم مع تراجع قوة أو فردية الدور الأمريكي في العالم خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية وبعد التورد في أفغانستان وبعد المتاعب لوجهة أمريكا في العراق برازت فرصة أو ظهرت فرصة أمام بعض القوى على الساحة الدولية مثل الهند مثل البرازيل مثل التركية إلا أنه تظهر وتحاول أن تكون يكون لها دور ليس فقط على الساحة الإقليمية بل على الساحة الدولية من هنا كانت هذه سياسة صفر مشكلات مع الجيران من أجل أن تكون تركيا على علاقة جيدة مع الكل هذا يؤدي إلى أن يكون لها دور مؤثر دور الوسيط بالعدد كبير من المشكلات أن يكون لها حدود مفتوحة مع كل هذه الدول وبالتالي ينمو الاقتصاد التركي ويضاف إلى ذلك أن تركيا بعلاقاتها الغربية والأطلسية وبالتالي تركيا قادرة على أن يكون لها دور وموقع ومكاني مميزي ومؤثرة في التطورات في كل محططة الإقليمية من الأدرياتيك لسور الصين ومن القوقاز إلى القرن الأفريقي وهذا بالفعل الذي حاولت تركيا أنه تمارسه بسورة عملية على الأرض خلال الأسامة القليلة الماضية وأن هذا الدور قد تعرض لتهديدات وانتكاسات منذ أن بدأ ما يسمى بالربيع العربي سنتقل بهذه النقطة للدكتور بشير عبد الفتاح مساء الخير دكتور مرحبا بك معنا هل بالفعل تغيرت طبيعة الدور التركي خلال السنتين أو الثلاثة الماضية منذ بدء ما يسمى بالربيع العربي كون تركيا أصبحت طرفا في بعض هذه القضايا كما قال الأستاذ محمد هل هذا أثر على مساعيها للعب هذا الدور القيادي دور الوسيط دور الطليعي الذي كانت تتطلع إليه اسمح لي بداية أستاذ مهند أن أشكرك على الاستضافة وأن جمعتني بصديقي الدكتور محمد نور الدين أستهل الإجابة على سؤالك الهام أيضا بالإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تنافسا ما بين أربع أو خمس قوة أساسية أشار صديقي الدكتور محمد إلى ثلاثة منها وهي تركيا وإيران أو أربعة منها تركيا وإيران ومصر والسعودية هناك إسرائيل هي الأخرى شيئنا أما بين هي قوة إقليمية لها مشروعها ولها برنامجها ولها آلياتها التي تساعدها على بلوغ هذا الهدف أو تحقيق هذا المشروع ومن ثم الشرق الأوسط بصدد منافسة ما بين تلك القوى الخمس تركيا طموحاتها تتخطى المنطقة أو الإقليم وتتخطى مجرد القيام بدور إقليمي وإنما هي تتطلع إلى دور عالمي ومن الصعب على إمبراطورية أو دولة كان لها تاريخ إمبراطوري أن لا تحن إلى هذا التاريخ الإمبراطوري أشار أردوغان وكذلك أحمد داود أغلو في غير مناسبة بأنهم أحفاد العثمانيين والسلاجقة وهناك إمبراطورية عثمانية امتدت في الفترة من 1299 ميلادية إلى 1923 وكذلك بدأ ترجوت أوزل يعني ما يجري في تركيا من تطلعات وطموحات لاستعادة الدورة التركي سواء كان إقليميا أو دوليا ليس مرتبطا بحكومة العدالة والتنمية فقط وإنما له جذوره منذ عهد ترجوت أوزل الذي بدأ أول اجتماع للعالم التركي أو الدول الناطقة بالتركية مطلع تسعينيات القرن الماضي وقبل وفاته بعامين أو بعام تقريبا ما يشي بأن هناك نزع تركيا إلى استعادة المجد الإمبراطوري الذي يتخطى حدود العالم العربي أو الإسلامي سؤال حضرتك أستاذ مهند بشكل مباشر وهو مدى تأثر التطلعات التركية في هذا الإطار بالربيع العربي ما من شك في أن حكومة العدالة والتنمية منذ مجيئها في العام 2002 بدأت تتطلع عقب الإنجازات الاقتصادية والسياسية التي حققتها في الداخل والخارج إلى استعادة هذا الدور بشكل أو بآخر كان مفتاح الدور الإقليم التركي سوريا سوريا كانت بوابة تركيا إلى العالم العربي ومن ثم إلى أفريقيا بعد ذلك ما إن انطلق الربيع العربي حتى ارتبكت حسابات تركيا تماما سواء مع مصر أو مع ليبيا أو مع سوريا أو مع المنظومة العربية بشكل عام هذا الارتباك أدى إلى وضع صناع السياسة التركية في حيرة من أمرهم كانوا فيما مضى يتعاملون مع الأنظمة العربية الرسمية والآن باتوا مضطرين إلى أن يضعوا في الحسبان دور الشعوب العربية التي تساعد دورها بشكل كبير لذلك لم يجد أردوغان غضادة في أن يطالب مبارك بالتنحي ومن بعده الأسد بعد أن نشده الإصلاحات بالتنحي أيضا لأنها أرادت أن تنقل الرهان من الحكام إلى الشعوب غير أن ما يجري في سوريا طرح تساؤلات صعبة للغاية أمام تركيا بوابتها إلى العالم العربي أغلقت وعادت إلى المربع رقم صفر مرة أخرى مع سوريا التي كانت تناصبها العداء قبل مجيء العدالة والتنمية وأصبحت سوريا لغز ومشكلة كبيرة بالنسبة للدور الإقليمي التركي أتصور أن أكبر تحدي أمام تركيا الآن هو سقوط نظرية صفر مشاكل هو سقوط نظرية أن تركيا نسر له عدة رؤوس رأس مع أوروبا والولايات المتحدة وآخر مع إسرائيل والقوقاز ثم ثالث مع الدول العربية والإسلامية أعتبر أن المصالحة التركية الإسرائيلية التي جارت مؤخرا إبان زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المكوكية إلى الشرق الأوسط وعبر محادثة هاتفية هي مصالحة إطرارية إجبارية تركيا ارتأت أن هناك ترتيبات أمريكية إسرائيلية لمنطقة الشرق الأوسط تهدف إلى إعادة هندسة المنطقة وفق ما يسمى بسايكس بيكو 2 أو اتفاقية سايكس بيكو جديدة هناك حديث الآن عن إحياء مشروعات بديلة للنظام الإقليمي العربي كالشرق الأوسط الجديد الشرق الأوسط الموسع أو الفوضى الخلاقة كل هذه الأمور ربما شعرت تركيا أن المرحلة القادمة تستوجب عودتها إلى أحضان حلفاء التقليديين كولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بدلا من العالم العربي الذي تغيرت خريطته وأصبح في حالة من السيولة الاستراتيجية لا أحد يعلم إلى أين وإلى متى سوف تنتهي لذلك أتصور أن الدور التركي تراجع خطوة تعبوية إلى الوراء وسوف يتجدد الرهان التركي على إسرائيل والغرب في محاولة للمشاركة في عملية إعادة الهندسة التي سوف تطال منطقة الشرق الأوسط عسى أن تجد تركيا لنفسها دورا مهما في المرحلة المقبلة ربما يختلف عن الدور الذي كانت تخططه لنفسها قبل الربيع العربي في اعتقادي أن تركيا قد تتنازل عن بعض الآليات وبعض الأهداف التي كانت تتوقها إلى حين تتضح ملامح المنطقة غير أنها أرادت أن تراهن على الجواد الرابع حاليا وأن تترقب ماذا يعد الأمريكيون والإسرائيليون لمستقبل المنطقة أرادت أن تكون معهم حتى تنتظر وتترقب ما سوف يحدث وحتى لا يفوتها القطار وتعاد هندسة المنطقة بمنأة عنها كليا نقاط في غاية الأهمية أثرتها دكتور بشير أود أن أأخذ بعض منها وأطره على الدكتور محمد في بيروت مسألة ارتباك حسابات تركيا بعد التغييرات في المنطقة إلى أي مدى بالفعل هذه التغييرات وهذه التحولات التي شهدتها المنطقة أستاذ محمد أربكت الحسابات التركية وجعلت تركيا بحاجة إلى إعادة نظر جذرية في ما كانت ربما تعتبرهم مسلمات في فترة من الفترات أولا أحيي وأؤكد على كل ولكن معظم ما قاله صديقي وأخي دكتور بشير من القاهرة ولكن أبدأ بالقول أن الربيع العربي ما يسمى بالربيع العربي شكل من جهة إرباكة لتركيا ومن جهة ثانية فرصة من زاوية التركية أولا فقط لأوضح نقطة هو أن تركيا عندما انخرجت في سياسة صفر مشكلات والانفتاح مع كل محيطة ليس فقط المحيط العربي مع روسيا حتى مع أرميني أحدثت خرق التاريخ وإن لم يأخذ طريقة ذلك الاتفاق إلى التنفيذ كانت تقيم علاقة صفر مشكلات مع الأنظمة مع كل أنظمة مع الرئيس الأسد مع الحكومة نوري المالكي وبالتالي كانت هناك علاقة أقوى من صفر مشكلات مع الرئيس الأسد دكتور محمد تركيا استثمرت الكثير من الوقت من الجهد ومن الأموال في سبيل تعزيز هذه العلاقة طبعا وصلت إلى مرحلة العلاقة الشخصية المباشرة حضروا مباراة قرات قدم في حلب مع بعضهم تسبحوا مع بعضهم في بودروم في تركيا ومرمرس وما إلى ذلك لكن القول أن تركيا مع الربيع العربين حازن إلى الشعوب ضد الأنظمة هذا كلام ليس دقيق لأنه في مناطق أخرى حدثت فيها الثورات وتركيا لم تنحز إلى الشعوب بل انحزت إلى الأنظمة وفي أماكن أخرى كان العكس إذا الارتباك التركي كان واضح بالنسبة لدول الربيع العربي كان الفضيحة الأكبر للموقف التركي في ليبيا عندما دافح حتى النهاية وإن تعرض لضغوط فيما بعد واضطر إلى أن ينخرج بعدما تغيرت معزيز القوى على الأرض في الحالة الليبية وبعدما كان يقول للأطلسي أي شأن لك هناك أصبحت تركيا جزء من عملية غزو ليبيا لكن بالوقت نفسه الربيع العربي شكر فرصة للتركيا لناحية أن المشروع التركي الجديد اللي تمثب العمق الاستراتيجي العمق الاستراتيجي هو ليس أكثر من كومنويلث عثماني كشف عنه وأعلنه بصراحة أحمد دودغلوبي حوار مع صحيفة الواشنطن بوست بالألفين وتسعة ألفين وعشرة يعني قبل الربيع العربي أنه كما لبريطانيا كومنويلث إنجليزي مع مستمراتها السابقة وهي تتزعمه فلماذا لا تتزعم تركيا المناطق التي كانت تقع تحت السيطرة العثمانية في الامبراطورية العثمانية هذه النزعة العثمانية لم يكن ممكن أن تطلق من خلال أحاديث والتصريحات رجب تيب إردوغان إردوغان عندما سؤل لماذا كل هذا الاهتمام والانشغال بالشأن السوري قال الجواب بسيط هو قال الجواب بسيط نحن أحفاد السلاجقة والعثمانيين نحن بقية الدورة العالية العثمانية وحزب العديل والتنمية هو امتداد لهذه النزعة العثمانية السلجوقية يعني هون عثماني مع السلجوقي ما اكتفى فقط بالعثماني طبعا قال أنه أجدادنا أوصونا بالشعب السوري ما بعرف ليش ما أوصوه أيضا بالشعب الفلسطيني يعني بمعنى هذه العثمانية الجديدة كانت تحتاج إلى راخد إيديولوجي المشروع المشاريع العظمى الأمبراطورية بحاجة لإيديولوجيا قوية تقدر تعطي دفع وزخم لمثل هذه المشاريع وبتالي العثمانية الجديدة كان إلى رافع إيديولوجي إلى شقين شق المذهبي السني والشق العرقي التركي عندما يركز إردوغان على الشق العثماني هو يريد أن يظهر الشق السني الإسلامي الإيديولوجي السني وعندما يركز على الشق السلجوقي فإنما يركز على الشق العرقي الإثني الدولة السلجوقية كانت دولة تركية قبل أن تكون إسلامية الدولة العثمانية كانت دولة إسلامية إلى إيديولوجيا معينة قبل أن تكون دولة قومية وبالتالي الربيع العربي أتاح الفرصة لطيار سياسي معين هو طيار لخبار المسلمين لكي يصل إلى السلطة في مصر وفي تونس. لكن كما قال أخي الدكتور بشير الكن السوري هي العقدي. هي العقدي وهي المفتاح بالنسبة للمشروع التركي. إن رابحة تركية في سوريا ينطلق هذا المشروع من دون التأكد أنه سينتهي إلى النجاح. لكن إن وقف هذا المشروع في سوريا. هذا المشروع سينهار بشكل شبه كامل. وإن علامات الانهيار بدأت حتى قبل أن يتضح الوضع في سوريا. من هنا فقط جملة أخيرة بهذا الإطار. هذا الإصرار التركي إلى اللانهيي. إلى الانخيرات بشكل حتى العظم كما نقول. بالوضع في سوريا. ودعم المعارضة السياسية هي اللي نظمت المسل الوطني. هي اللي بدأت تنظيم هذه المعارضة بوقت مبكر. يعني بس يقول داود ولوه. اليوم كرر هذا شيء مع لافروف. إنه اجتمعنا كتير مع الأسد. ووجهنا نصائح. لكن ما تسمع علينا. أنا أكد أنه بالوقت اللي كان من اللحظة الأولى الذي يجتمع مع الأسد ويقول له عمال هيك وعمال هيك. كان بالوقت نفسه عم يبلش ينظم المعارضة السياسية. عم يبلش ينظم المعارضة العسكرية. وقيادة الجيس السوري الحر موجودة بتركيا. من الواضح الأمر هيدا. وتركيا تحاولت إلى مقار لكل أنواع واجنسيات المسلحين. تركيا وراء فكرة أصدقاء سوريا. تركيا وراء فكرة العقوبات الجامعة العربية. وراء فكرة تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية. وبالتالي تركيا وضعت البيض كله في سلة الرهان. هذه هي النقطة الأساسية. دعنا ننتقل بها إلى الدكتور بشير. لماذا دكتور بشير برأيك كما قال الدكتور محمد وضعت تركيا كل هذا البيض في سلة التغيير في سوريا. مقارنة مع الموقف الذي وصفه الدكتور محمد بالفضيحة في ليبيا. لماذا رمت بكل ثقلها بهذا الشكل؟ هل كان هناك حسابات معينة ثبت ربما فيما بعد أنها غير دقيقة؟ هل كانت تتوخى مواقف مختلفة من أطراف من لاعبين دوليين أقوية؟ وثبت عكس ذلك؟ أم ماذا تحديدا؟ بداية ليبيا كانت في بداية حلقات مسلسل الربيع العربي. ولم يكن الأمر بنفس طول المدى الزمني الذي هو عليه الحال في سوريا. أيضا مسألة الجوار الجغرافي وامتداد الحدود التركية السورية لمسافة تقترب من الألف كيلو متر. كل هذه الأمور لديها اعتبارات. أيضا ربما كان هناك حرص من قبل تركيا على مصالحها الاقتصادية لدى نظام العقيد القذافي. وربما كانت تتصور قبل التدخل الدولي أن بمقدور القذافي القضاء أو قمع هذه الانتفاضة الشعبية. ارتبكت الأوضاع داخل بالنسبة لحسابات تركيا في ليبيا. كما أن الرأي العام الداخلي في تركيا كان منقسما بشكل كبير. وربما حتى الآن حيال الربيع العربي. لا يوجد إجماع داخل تركيا حول سياسات حكومة العدالة والتنمية حيال العالم العربي. من خلال زيارات عديدة لتركيا والتقاء بمسؤولين وبقيادات شعبية كان هناك توجس من قبل قطاع عريض من الأتراك حيال التقارب التركي العربي. كثير من الأتراك يعتقد أن العالم العربي سيتحول إلى عب على تركيا. وكان هناك امتعاض تركي من الجفاء التركي الإسرائيلي على حساب التقارب العربي أو في مقابل التقارب العربي. لا زال هناك قطاع كبير من الأتراك يعتقد أن مصلحة تركيا هي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إسرائيل والاتحاد الأوروبي وليست مع العرب. ما إن جاء الربيع العربي حتى أكد شكوك المتخوفين الأتراك من التقارب مع العالم العربي. والتأكيد على أن العرب باتوا عبئا بالفعل على تركيا. لذلك كانت هناك مطالبات لحكومة العدالة بعدم الترخل العسكري في سوريا أو عدم الترخل العسكري في ليبيا أو في أي دولة عربية أخرى. لأن ذلك سينقلب بالسلب على مصالح تركيا. وكانوا يظنون أن ما يجري في العالم العربي ربما تكون حربا ليس لتركيا فيها ناقة أو جمل. وبناء عليه جاء التردد والارتباك التركي في الحالة الليبي. أما بالنسبة لسوريا. الوضع جد مختلف كانت سوريا فيما مضى. هي النقطة التي تنطلق منها عمليات إعادة هندسة المنطقة. سايكس بيكو وان سنة 1916 انطلقت من سوريا. الثورة العربية الكبرى أيضا لم تكن بعيدة عن سوريا. ضد الإمبراطورية العثمانية في ذلك الوقت. ومن ثم مشاريع الهندسة كلها أضف إلى ذلك موضوع الأكراد. موضوع الفسيفساء الإثني الذي سوف يقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل بفكه وإعادة تركيبه مرة أخرى. كل هذه الأمور جعلت التعاطي التركي يختلف من حالة عربية إلى أخرى. تركيا تتعامل مع الربيع العربي من منطق المصالح بالأساس. ولكنها تميز ما بين كل حالة وأخرى. حسب خصوصية كل حالة. ومدى اخترابها أو بعدها من الدولة التركية. وتأثيرها المباشر على مصالح الأتراك. طيب سنتوقف مع فاصل دكتور بشير ودكتور محمد. وبعد الفاصل أود أن أطرح بعض الأسئلة المتعلقة به. هل بالفعل خاب أمل تركيا في مواقف واشنطن بالتحديد فيما يتعلق بالأزمة السورية؟ هل كانت تتوقع شيء مختلف ووجدت شيء آخر؟ سنحاول الرد على مثل هذه التساؤلات بعد وقفة قصيرة. كونوا معنا. نوصل لحوار الليلة حول تركيا ودورها المتنامي على الساحة الشرق أوسطية. أرحب مرة أخرى بضيوفنا في حوار الليلة. معنا من بيروت الأكاديمي المتخصص بالشؤون التركية دكتور محمد نور الدين. ومن القاهرة الخبير في الشؤون التركية بالأهرام الدكتور بشير عبد الفتاح. أذكركم أيضا أن بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على تويتر وعلى فيسبوك. نستعرض سريعا بعض هذه المشاركات التي وردت قبل قليل. المشاهد خالد بنزيمة على تويتر يرى أن حالة الانقسام التي يشهدها العراق أو يشهدها الشرق الأوسط أدت إلى تعظم دور التركية التي تريد تحقيق مصالحها الشخصية. المشاهدة التي تسمي نفسها ميس سوريا على فيسبوك تقول الدور التركي ليس وليد اللحظة. فهي تحلم باستعادة أمجاد الدولة العثمانية التي استمرت لأربعة قرون. هواري حرموش من جهته يرجع سبب تعظم الدور التركي في المنطقة إلى انشغال الدول العربية في مشكلاتها وصراعاتها الداخلية. المشاهد الذي يلقب نفسه قلم رصاص يرى أن أردوغان خدع الشعوب العربية وهو يلعب دورا في حماية إسرائيل. محمد المنسي يؤكد من جهته أن تركيا استطاعت أن تكسب قلوب العرب عن طريق دعمها لما يسمى بالربيع العربي ومساعدتها لغزة. أما العيد شمومة فيشير إلى أن تركيا أدى بيد واشنطن وتسعى لاختراق الصف العربي عن طريق التقارب مع حركات الإخوان المسلمين في المنطقة. عبداللطيف بوعلي من جهته يرى أن تركيا قدمت خدمات للقضايا العربية أكثر من العرب أنفسهم. محمد تامر يقول تركيا تلعب دورا محوريا في المنطقة بسبب موقعها الجغرافي بين أسيا وأوروبا ولولاها لسيطرة إيران على المنطقة. حسام صالح يؤكد من جهته أن أتراك فقدوا الأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي وبالتالي فهم يحاولون بسط نفوذهم على العرب. أخيرا السيد هاشم يرى أن تعظم الدور التركي سببه انحسار دور مصر في المنطقة بعد ثورة يناير. نتابع الحوار أنتقل إليك مرة أخرى دكتور محمد في بيروت. التوتر الذي يشوف علاقات تركيا مع بعض دول المنطقة. ليس فقط سوريا. هناك توتر نسبي على الأقل فيما يتعلق بعلاقتها مع العراق. علاقتها مع إيران وربما دول أخرى. إلى ماذا نعيد هذا التوتر دكتور محمد؟ هل هو أيضا له تبعات متعلقة بالأزمة السورية؟ أم أن الأمر مختلف؟ دعني سيد مهند أذكر بأنه في 27 نيسان أبريل من العام 2012. يعني من حوالي تقريب السنة. عقد البرلمان التركي جلسة استجوب فيها السياسة الخارجية التركية بشخص أحمد ودولو. حين أرد أحمد ودولو بخطاب في البرلمان. وصفه معظم الكتاب الأتراك بأنه خطاب عثماني. هذا الخطاب كان يقول أن الشرق الأوسط يتغير. والتركية سوف تقود موجة التغيير في هذا الشرق الأوسط. وهناك نظام جديد سوف ترسم تركيا ملامحه. وهي التي ستكون ناطقة باسمه. وتريد تركيا لهذا نظام ما تريده لنفسها. هذا الخطاب كان يضع تركيا على رأس موجة التغيير. وعلى رأس هذا النظام الجديد في المنطقة. في هذا الخطاب كان أحمد ودولو يريد أن يكسر الشراكة في لعب الأدوار المؤثرة في المنطقة. مع إيران من جهة. ومع إسرائيل. طبعا دكتور بشير أنا لم أهمي الدور الإسرائيلي كدور مركزي في المنطقة. لكن على اعتباره أنه دور له خصوصية معينة. لذلك قلت أنه نضع إسرائيل جانبا. وذكرت السعودية ومصر وإيران وتركيا. وبالتالي تركيا تريد أن تفرض هيمنة أحدية. أن تكون هي اللعبة الأوحد فيها المنطقة. على حساب كل اللعبين الآخرين. إن كان إيران أو كان سعودية أو كان مصر. وبالتالي هي لا تريد شراكة مع أحد. من هنا كان رهان تركيا. بيدفع الإديولوجي كما ذكرت. أنه إسقاط النظام بسوريا. إسقاط سوريا هو ما تخلي فرض هذه الهيمنة. وبالتالي إسقاط نظام بسوريا. كونه جزء من منظومة إقليمية. تمتد من إيران إلى العراق إلى جزء من لبنان. هو شغلة محورية ومصرية. بالنسبة للدور التركي. لكن وقوف هذه الدول مع النظام في سوريا أربك حسابات تركيا. خصوصا في العراق. عندما أشير إلى أحد المستمعين الذين ذكرتم على تويتر. أن التقسيم يعزز دور التركية. صحيح؟ كلما أضعفت المنطقة. كلما أضعفت سوريا. كلما قسم العراق أو أضعف العراق. يزيد فعالية الدور التركي. لذلك نجد هذا أمر خطير جدا. أن تركيا تساهم من خلال موقفها من الأزمة السورية. يعني التركيا تعارض النظام بسوريا. وتريد إسقاطه. لكن هذا لا يعني أنه هي تتحول إلى جزء من القوى التي تريد إسقاط النظام على الأرض في الداخل السوري. بالنهي هناك علاقات بين دولتين. أيضا داود أغلو أو أردوغان عندما يعقد اتفاقات اقتصادية وما ذلك سرية مع كردستان العراق. من دون المرور عبر الحكومة المركزية. كما ينص الدستور العراقي. هذا يساعد على ترسيخ التقسيم في العراق. عندما يزور كاركوك من دون أقد إذن من الخارجية ببغداد. هذا يساعد على القول أنه كاركوك خارج بغداد. وبالتالي تركيا فيه سياسي. أنا بيه تأديري. أو استراتيجي. تهدف إلى تدمير وحدة الكيانات السياسية المجاورة لألا. من سوريا. صحيح أن هذه المجتمعات تتخسمت وضعفت تؤثر على الداخل التركي. لكن عندها شعور تركيا أنه هي كما قمعت الانتفاضات الكردية المتوالية بقوة الجيش وبقوة العصبية القومية التركية. هي قادرة على أن تحتوي أي امتداد أو انهكاسات لمخاطر التقسيم التي ممكن أن يصبح بالعراق. طبعا العراق نقسم. لكن زيادة التقسيم. بالتالي فيه منهجية تركية لتدمير هذه الكيانات. إن كان الكيان السوري. هذه نقطة خطيرة. دكتور أمد. طبعا خطيرة. أود أن أستمع إلى دكتور مشير إلى أيضا التعليق عليها. هل بالفعل أنقرة تريد تدمير وحدة الكيانات المحيطة بهذه السهولة؟ دكتور بشير. نعم. ظننت أن السؤال لصديقي الدكتور محمد. يعني لا أتفق في هذا الطرح. ولكن قبل أن أعرج إليه. أعرج سريعا مهند على مسألة كيف أو ماذا رأت تركيا في مواقف أمريكا. حياء لما يجري في سوريا فغيرت موقفها. كانت تركيا تظن أن الولايات المتحدة التي فوجئت بالربيع العربي. وحاولت أن تتدارك الموقف بدعم الحركات الثورية. ظن منها أن الثوار سوف يكونون في السلطة. وبالتالي أرادت أن ترتب أوضاعها وتحمي مصالحها مع النظم الجديدة. كانت تركيا تظن ذلك. ولكن جاء الموقف الأمريكي عند سوريا وتغير بسبب موقف إسرائيل. وحسابات استراتيجية أمريكية أخرى. إضافة إلى الانتكاسة التي أصابت الربيع العربي بتحوله إلى خريف إسلامي من وجهة النظر الأمريكية. ما جرى في تونس. ما جرى في ليبيا ومصر. واعتداء على السفارات الأمريكية. تيقن الولايات المتحدة من أن الإسلاميين في هذه الدول ليسوا بالقدرات والكفاءات التي كانت تتخيلها الولايات المتحدة. ومن ثم بدأت تغير من مواقفها. ولم تدعم الثورة في سوريا لحسابات عديدة. ومن هنا تفهمت تركيا أن الموقف الأمريكي حيال ما يجري في سوريا قد يختلف عن ما جرى من قبل في تونس وليبيا ومصر. ومن هنا بدأت تركيا تتراجع. كانت تطالف في البداية بترخل عسكري. كانت تهدد بعمليات عسكرية. ثم تراجعت. وتركت الولايات المتحدة تدير الأزمة السورية من منطق بيد الولايات المتحدة. وليس بيد تركيا. حتى لا تتحمل الفاتورة وحدها. فيما يتصل بالسؤال الذي طرحته. رؤية تركيا لمسألة التفتيت. ظني أن الأمر ليس بهذه البساطة. تركيا تخشى هي الأخرى من أن يطالها التفتيت. نحن نعلم جيدا أن تركيا وإيران كلاهما تعانيان من القنبلة الموقوطة المسمى بالملف الإثني. داخل إيران تنوع إثني مربك للغاية. وكذلك داخل تركيا. هناك الأكراد. هناك الأرمن. هناك العلويون. ومن ثم تركيا ليست بمنأة عن أي عملية تفتيت. من بين المشروعات التي كان يتحدث عنها بيرنرد لويس. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي. والتي تم تبنيها من قبل الإدارات الأمريكية. ويتم إحياؤها هذه الأيام عند الحديث عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط. وإعادة هندسة المنطقة جيوستراتيجيا. البعد الإثني وتحديدا الديني. هو المرتكز الأساسي في إعادة هندسة هذه المنطقة. بعد الثورات العربية. ومن ثم إحدى هذه التصورات. أنه يمكن عمل دولة أرمانية. يمكن دولة كردية. ومن ثم هناك هواجس لدى تركيا. وأنا أفسر التقارب التركي الإسرائيلي. والحميمية التي تضغى على علاقات تركيا مع الولايات المتحدة. وروسيا. وبعض الحلفاء الغربيين هذه الأيام. هو مخاوث من أن تتعرض تركيا لمؤامرة جديدة. بعد أن بدأت تتعافى اقتصاديا. وتسعى لاستعادة دورها. وبالمناسبة العثمانية الجديدة. هي هاجس لدى الدول الغربية. وبعض الدول المحيطة بتركيا. لذلك الأتراك ينكرون مسألة العثمانية الجديدة. وربما يستاءون كثيرا ويغضبون. إذا ما تحدث إليهم أي طرف. عن ما يسمى بالعثمانية الجديدة. على الرغم من أن من ابتكر مصطلح العثمانية الجديدة. كما قال لي بالنص المفكر والكاتب التركي. جنكيس شاندر. وكنت قد التقيت به في أنقرة. قبل خمس سنوات. وقال أنه كتب عامودا في صحيفة راديكل في العام 1994. قال فيه العثماني الجديد. وكان يصف ترقوت أزل. عندما عقد اجتماعا للدول الناطقة بتركيا. وتحدث عن العالم التركي. ومن ثم الأتراك بدأوا الحديث عن العثمانية الجديدة. طيب دكتور بشير فقط حرصا على الوقت. سمحت لي. أود أن أنتقل إلى الدكتور محمد نور الدين. فيما يتعلق بالنقطة التي لمستها. بالنسبة لموقف تركيا من الأزمة السورية. ونظرتها لموقف واشنطن. هل برأيك دكتور محمد أن تركيا وضعت كل هذا البيض. كما ذكرت قبل قليل. في هذه السلة. ربما رغبة منها. أو أملا في أن يكون الموقف الأمريكي مغايرا. أمريكا تريد تغيير النظام في سوريا. ولكن ضمن مصالحها وضمن مفهومها الخاص. أنقر نفس الشيء. هل كان هناك سوء تقدير بهذا الحجم. بحيث أن تركيا بالفعل وضعت كل هذا البيض. في سلة وراهنات على الحصان الخاسر. تركيا تعبر عن خيبة أمل من الموقف الأمريكي. في الواقع هذا غير دقيق. المشكلة هي. كما تفضلت. هو في سوء التقدير. في قصور الرؤية الاستراتيجية. إلى الواقع السوري. وكل تعقيداته الإقليمية والدولية. كان ترغوط أوزال يقول. من يريد أن يصل إلى هدف عظيم. يجب أن يفكر بطريقة عظيمة. أعتقد أن الأتراك. ببعض النجاحات. بمرحلة تصفير المشكلات. مع الجوار. ببعض النجاحات بالإصلاح السياسي. والنمو الاقتصادي. اعتقدوا أنه أصبحوا قوة عظمة إقليمية. قادرين على أن يفرضوا أو يضغطوا هني على القوى الكبرى. في وقت كانت القوى الكبرى الأخرى في عالم آخر من الحسابات الإستراتيجية. بمعنى أن الأتراك خرجوا من المنطقة على امتداد تسعين عام. وعندما عادوا إليها ست سبع سنين عشر سنين غير كافية. لأن العقل التركي يمتلك الإدراك والمعرفة. بحقائق والتعقيدات وحساسيات المنطقة. وفي القلب منها الوضع في سوريا. رهنوا على انقلاب عسكري بسوريا وانقسام الجيش. لم يحدث ذلك. رهنوا على انفضاد الأقليات عن النظام. لم يحدث ذلك. وبالتالي هناك قصور في إدراك الواقع الداخلي بسوريا من جهة. أما بالنسبة للأمريكين. الأمريكين كانوا طالعين من غزو العراق. مش ممكن يتورطوا بغزو مباشر آخر ببلد آخر مثل سوريا. الأمريكين واجهوا أزمة اقتصادية كبرى ومالية. وبالتالي مش مستعدين يتورطوا بحرب جديدة بسوريا. حتى بليبيا الأمريكين ما نزلوا على الأرض. هن ساعدوا ودعموا الفرنسويين في المقدمة ودول أخرى. أيضا استراتيجية الأمريكية كان في تحول لحو المحيط الهادئ والباسيفيك والتركيز على الصين. وبالتالي كل هذه العوامل كانت تحول دون أن الولايات المتحدة تمارس دور مباشر وفعال ومكثر في الواقع السوري. إضافة إلى ذلك كان هناك موقف غير محسوب بالنسبة للأتراك والروسية. داود أغلو أنا أتذكر بمطلع العام 2012 ذهب بالزيارة إلى الصين وروسية. وعندما عاد كان يقول توقعوا التحول من موقف الصين والروسي خلال وقت قصير. يعني خلال أيام أو خلال أسابيع. مر سنة وفصل. طيب دكتور محمد فقط أيضا حرصا على الوقت. يعني أصلي تركيا لم تقرأ أيضا. كان عندها قصور بقراءة الموقف الروسي الصلب إلى هذه الدرجة. وبالتالي وجدنا هذا الاختلاف. هذه الخيبة الأمل من الزاوية التركية تجاه الموقف الأمريكاني. بينما هي في الواقع قصور العقل التركي. بالتفكير بطريقة عظيمة للوصول إلى الأهداف بين مزدوجين العظيمة. بدنا نتوقف مع فاصل قصير دكتور محمد ودكتور بشير. سنعود لطرح هذا السؤال المتعلق بمسألة القصور وسوء التقدير. هل سقوط مفهوم تصفير المشاكل الذي كانت تتبع تركيا دائما وتدعو إليه. ودخول تركيا طرفا مباشرا في الصراع السوري. هل هذا يعني طلقائيا أن الدور القياد الذي كانت تتطلع إليه أنقرة. لم يعد موجودا على الأقل في المنظور القرير. بعد الفاصل. نتابع الجزء المتبقي من هذا الحوار حول دور تركيا في المنطقة. دكتور بشير عبد الفتاح. ما رأيك تطرحت سؤال قبل الفاصل. هل في ضوء ما تحدثت عنه أنت ودكتور محمد. يعني هذا تلقائيا أن تركيا لم يعد بإمكانها أن تقول أنها ستلعب أو تريد أن تلعب أو تأمل أن تلعب دورا رياديا دورا قياديا في المنطقة. بسبب كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها قبل قليل. من الصعب القول بأن الدور التركي قد تلاشى. الربيع العربي أو الثورات العربية لم نعود نقول الربيع العربي. لأن الربيع لا يستمر ثلاث نواة متعاقبة. كما أنه لم يأتي بعد. الثورات العربية كانت تحديا مهما بالنسبة لتركيا. ولم يكن أحد يتوقع على الإطلاق أن تتطور الأمور بهذا الشكل. ولكن الدور الإقليمي لتركيا لم يكن بعيدا عن الترتيبات الأمريكية والإسرائيلية. الولايات المتحدة منذ أطلق بول كينيدي نظرياته الشهيرة منتصف تسعينيات القرن الماضي. بيفوت ستيتس أو الدول المرتكزات. الولايات المتحدة تعتمد على دول صديقة. لها دور إقليمي في أقاليمها. لكي تلعب دورا في الاستراتيجية الأمريكية في ذات الوقت الذي تمارس فيه دورا إقليميا. من هذه الدول تركيا والهند وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول حول العالم. ظني أن الولايات المتحدة كانت راعية للدور الإقليمي التركي في منطقة الشرق الأوسط قبل الثورات العربية. كانت تركيا تقدم نموذج الإسلام المعتدل. الإسلام الحداثي المتصالح مع الآخر الغربي وغير المسلم. لسد الطريق أمام صعود الإسلام المتطرف المناهد والمعادي للغرب وإسرائيل. بعد الثورات العربية. المنطقة في حالة سيولة الآن. ولم تتضح معالمها. غير أن ما يمكن الجزم به أن النظام الإقليمي العربي قد تهاوى كليا. وأن هناك حالة من الفراغ الجيوستراتيجي المنطقة تترقب إعادة هندسة جديدة لشكل التفاعلات الإقليمية. تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل في تحديد ملامح هذه التفاعلات. ومن ثم الدور الجديد لتركيا سوف تحدد ملامحه الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة المقبلة. يمكن أن نستدل على ذلك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. بعد أن أطلقت تصالح التركي الإسرائيلي إبان زيارة أوباما للمنطقة. حيث قال كيري أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى الاستقرار. ودعامة هذا الاستقرار هو حلفاؤنا في المنطقة. لا سيما إسرائيل تركيا ثم ذكر الأردن. يبدو أن عملية إعادة الهندسة الجيوستراتيجية للمنطقة. سوف تكفل إعادة رسم ملامح الدور الإقليمي لتركيا. لا سيما وأن مرتكزات الدور الإقليمي موجودة. الاقتصاد التركي يتنمى بشكل ملحوظ. بل أن تركيا كالعادة تستفيد من أزمات دول الجوار. يعني إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي. تركيا كانت تستفيد وتمول وتساعد الدول المتحاربة. وكذلك أثناء الحصار على إيران تركيا أيضا تستفيد. كذلك في الربيع العربي السياحة العربية وجهت إلى تركيا. واستطاعت أن تنمي علاقاتها مع روسيا بعد طول ارتباك وقطيع وتوتر بشكل كبير. ومن ثم تركيا تمتلك أدوات الدور الإقليمي. لكن هذا الدور سوف ينكمش مرحليا إلى أن يعد إطلاقه بصياغ وأليات مختلفة. وبما يتفق والاستراتيجية الأمريكية الجديدة. دكتور محمد ما رأيك؟ هل بالفعل ما زالت تركيا تمتلك مقومات لعب دور إقليمي قيادي أم أنه سينكمش هذا الدور؟ كما قال الدكتور بشير. لا لا يوجد شك أنه كما بدأنا الحلقة التركية تملك كل المقومات وكل الطاقات. من الموقع الاستراتيجي للموقع الحضاري. خد تماز حضاري بين الإسلام والمسيحي. بين أوروكو ومن آسيا. الموقع الجرافي الاستراتيجي. القدرة البشرية. النمو الاقتصادي. تركيا دائما تملك مواصفات أن تكون لها دور إقليمي مؤثر ليس فقط في المنطقة بل في البلقان وفي الأقاليم الأخرى المحيطة بتركيا المشكلة هنا الشكل الذي يمكن أن يتقده هذا الدور بالحرب الباردة وحتى 2002 كان دور مؤثر من خارج المنطقة حزب عديلي والتنمية كان دور مؤثر من داخل المنطقة وتركيا تحوات إلى جزء من السراعات بين الدول وعلى السراعات الداخلية في كل بلد أعتقد بعد الربيع العربي والاستنزاف القدرات العربية خلى اللاعب العربي بوضع منهك وضعيف جدا خلى اللاعب الإيراني محاصر وفي موقع أضعف من قبل بعد الذي جرى بسوريا خلى أيضا حزب الله في وضع حرج خلى العراق أيضا في وضع مضغوط على حكومة نور المالكة أيضا تركيا تنزفت بسوريا انكسرت علاقاتها الاستراتيجية مع لبنان ومع سوريا والعراق وإيران وحتى مع روسيا ومع الصين وما إلى ذلك هذه كلها حتى مع إسرائيل كان في بعض الفجوات بالعلاقة هذه كلها استنزفت الدور التركي وبالتالي كل أدوار اللاعبين الأساسيين الإيران والعرب إذا كان ممكن نقول أنه قتل واحدة وتركيا استنزفوا ولكن وبالتالي أنا بتأدير الرابح الأكبر في هذه المرحلة هو إسرائيل هلأ في عامل أساسي تركيا قلت أنا لا يمكن أن تستقيل من أن تكون قوة مؤثرة جدا في المنطقة لكن أنا أعتقد أنه المرحلة المقبلة مرحلة إضعاف كل هذه القوى وإذي لها شك مصلحة إسرائيلية ومصلحة أمريكية ولكن طبيعة الدور التركي بالمرحلة المقبلة بعد كل هذه الإنهاكات والاستنزفات مرتبطة أنا أكد على اللي قاله دكتور بشير أنه لا يمكن أن نفهم أيضا الدور التركي بالمنطقة خارج العامل الأطلسي خارج العامل الأطلسي وتركيا بعد الربيع العربي وبسبب ضعف رهاناتها وفشل رهاناتها بسوريا كانت مضطرة إلى أن تكون أكثر أطلسية بالسياساتها نصبة الدرع دكتور محمد بقي لدينا حوالي دقيقتين على نهاية الحوار أود أن أتطرق إلى زاوية لم نتطرق إليها وهي العلاقات مع إسرائيل وإمكانية أن تلعب تركيا دورا في تنشيط أو إعادة إحياء عملية السلام بعد ذوبان الثلج في العلاقات الإسرائيلية التركية هل تتوقع أي دور مختلف في المرحلة القادمة بدقيقة واحدة نعم لأنه الوقت ضيق وقليل أول شي أريد أن أقول أنه العلاقات التركية الإسرائيلية حتى في ضروة توترة حافظت على جودتها وعلو مستوى هذه العلاقات خصوصا على السعيد الاتصادي وعلى السعيد الأمني وعلى السعيد العسكري المرجعية للبلدين للطرفين التركية وإسرائيل الواحدة هي الأطلسي والغرب وبالتالي مهما اختلفوا فيما بينهم ستبقى العلاقات جيدة الآن أنا بتقديري عودة الدور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين أعتقد لا الإسرائيليين بدون هالأمر هذا ولا الفلسطينيين وفقا لتصريحات أخيرة فعلا ملفتة من قبل الطرفين دكتور محمد للأسف انتهى وقتنا دكتور بشير في نصف دقيقة نتوقع دور تركي أنشط في ملف عملية السلام بنصدية يعني أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سوف يتصاعد الدور التركي لأن التفاهم التركي الإسرائيلي والرعاية الأمريكية لعلاقات التركية الإسرائيلية ولعملية السلام يمكن أن تعظم من الدور التركي خصوصا أن مصر مقبلة على مرحلة من الارتباك ورقة مصر القوية هي حركة حماس غير أن الدور التركي الذي تراجع خلال الأشهر القليلة الماضية قد يتراجع بعد المصالحة التركية الإسرائيلية والرعاية الأمريكية لهذا العمر. شكرا جزيلا لك دكتور بشير عبد الفتاح. خبير الشؤون التركية في الأهرام. كان معنا من القاهرة. وشكرا لضيفي من بيروت. الأكاديمي المتخصص في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين.